لغانية مطحون مطحون قصير لا طبعا مع القديل اللغة المطحون مع القديل نشاء مع القديل زيت اللغة لغانية البشرة ثانية شكة حيزة خطط تجاعد الرقيقة ثانية شكة شكة بيض البشرة نعم تحيدك اللي يكون على الوجهة بشرة الدونية بجوجة اللي صاحبة البشرة الدونية زيدوا قطرة الحمض ونفضل المرأة اللي عندها بشرة الدونية زيد قطرتها الحمض نعم ونفكرون الصيبات اللي كيكتبوا لماسكة قدوم اللي يكون شدون عن شي حاجة من أن أول ماسكة قدتين بسبب المسل عن البشرة ضمن مال قدير البوكة زائد مال قدير الحليب زائد مال قدير لأسر خلطه خلطه محتين سجوا وكان غير الفوجه هنا طبعا عنشك المسك كان غصلا بلتدائي ناسي حدلك أنه كان بهم شي زيت طبعي زيت 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 بديد بديد المسكة تريد التفاح والقرفة وخصوصا ماسك خاص بالناس اللي عندها بشرة ضمن مال قدير مال قدير الكريم ونشانتي مال قدير العسل مال قدير الخرطة ومال قدير القرفة كان خلطه تني بشكلتين سجوا ودير الفجرة ضمن مال بشرة ضمن مال جد ضمن مال مال بشرة حساسة لا لا اللي عندها البشرة حساسة ماسلح ليش القرفة مال بشرة الحساسة ماسكة الثالثة ديال نشا ولكن كبير ديالنشا زيت معنق البلزة الموز زيت معنق البلزة بقشورة ماسكة لك البشرة الجافة وكبير البشرة الدولة فقد قلتي أن البشرة الدولة ضيد على راشة شوية ديال الحامل بشرة شفية عهايةك نعم بالنسبة للمسك اللي قلت فيها القرصة هذاك من يصلح نهائيا القرصة ما تصلح للبشرة الحساسة نعطي واحد بعجلة واحد للمسك للبشرة الحساسة تاخد السيدة واحد جازع رمس وتحقهم زيان وتعصرهم وتعصرهم غير عصارة ديلهم وتعصرهم غير يبديها وتعصرهم وتعصرهم الجذر اللي هدى يبقى في قلب العاصر وتعصرهم غير بعنقص غير اللاسل ودعنا الوجهة هذا المسك هذا ممتاز زحلة البشرة الحساسة خصوصا اللي تكون عند هدى التوابع دائما حمر في وجهة حساسة لتعبدك للشانس لتعبدك للشانس وهنات الى الموسك كيفانا قلت معركوا القدرة البعض علينا مسك 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 نعمل البشرة الجفر وبشرى الدنيا ومسك لهم بجم ومسك بشرى الحساسة ومسك الله انشاء الله اشتركوا في القناة